التعليم الرئيسي في الكتاب المقدس في العهد الجديد هو عن المسيح وعن موته وصلبه وقيمته وعن تتميمه لنبوات العهد الأديم على فكرة الكتاب المقدس كوحدة وحدة بالعهدين العهد الجديد والأديم موجود في إيدين المسيحيين وموجود في إيدين اليهود أنا ماعتقدش أنه في حد منهم كان يسمح للتاني أنه يحرف أي حاجة مش ممكن للمسيحيين هيسمحوا لليهود ولا اليهود هيسمحوا ولو واحد يتجرأ كان اليهود يقول لك أنت حرفت الكلام ولو اليهود يحرف حيقول للمسيحين أنت لك حرفت الكلام لكن ولا واحد منهم اتهم الآخر زي ما تكرر من قبل ترجمة نانسي قنقر